التوفيق إن شاء الله معانو مسدد أختم إياكم بوقف عظيم عندنا هذا الوقف الذي هو هم كبير لنا و للمتسابقين و لكل المنتمي لهذا البرنامج أن نجاح البرنامج أنا أراه مرتبط بنجاح هذا الوقف لأن أنا أقول هذه البرامج مبروكة واستمرارية مبروكة لأنها مرتبطة بأعمال خير هذه الأعمال تذهب أو يذهب ريعها إلى المحتاجين والمساكين والأيتام عندنا في هذا البرنامج برنامج كريزما 2 وقف الأيتام بجمعية البر بالجديدة هذا الوقف منشأ و قائم الآن وأنا أكلمكم الآن هذا الوقف قائم أساساته قائمة وتمنى المخرج يعني أنا أريد أن يستعرض عشان المشاهد يرتاح و يطمن عرضوا لي مقطع أو مكان إقامة الوقف في مكة المكرمة في البلد الحرام اليوم بإمكاننا أن نتساعد و نتساهم لإغلاق هذا الوقف و إكماله بمبلغ بسيط هذا هو قدامكم عزيزي المشاهد يعني وقف فيه محلات تجارية فيه شقك فيه سكن يعني هذا الوقف بدل ما ينشأ فترة معينة يعني مثلاً لو تبرعت المسكين بمبلغ مقطوع 300 ريال أخذه و صرفه لكن أنك تضع هذا المبلغ في وقف فأنت معناته أنك قاعد تستثمر للأبد أن هذا الوقف يدخل كل سنة مبلغ أو كل شهر مبلغ يذهب إلى المحتاجين يعني مثلاً بدل ما تعطيه مسكين 100 ريال أو 1000 ريال أنت دفعتها ليكتمل الوقف كامل عبد الله كتب لي معلومة و لخبطني الله يجزاه خير لكن أنا أقول هذا الوقف لو تدفع 100 ريال أو 1000 ريال فيه و تدفع علي و عبد الله و سلطان و فهد و سالم و أنت و أنت و جميع اللي تابعونا و أكتمل هذا الوقف معناته أن هناك دخل ثابت يذهب إلى المحتاجين سنوات عديدة بل مئات السنين وحنا يمكن في قبورنا يجينا الخير هذا العظيم مشروع أو مشاريع الوقف عظيمة جداً فكرة خلاقة جميلة رائعة جداً استثمروا في دنياكم لتجدوها في أخراكم استثمروا في المساكين و الأيتام حتى تجدوا بركتها في أبنائكم و في أحوالكم و في أموالكم أسأل الله سبحانه و تعالى أن يكتب لنا الخير و أن يرزقنا و أن ينفعنا عندك يا بو حزام فعلاً قليل مستمر و لا كثير منقطع و الديمومة مهمة في العمال الخيرية مثل ما شفتوا الوقف هذا على النظام سكويرلاند هذه التجارية دي هذه مدرة جداً للربح و كفيلة بأن تقيم الوقف يعني أزمن عديدة و إلى ما شاء الله فمساهمتك تخيل أنك تساهم بهذا المبنى بـ 3 كاس منت و 10 بلقات مثلاً و تبقى لك مدى الحياة يكتب اسمك من الذين كفروا يتيم فهذا الرصيد الذي أنت تبغى تقابل به الله سبحانه و تعالى زيادة على البركة في دنياك و صلاح أبنائك أنا أقول لك هذه المشاريع الخيرية لن تقف وحدها بدون ناس تقف بالجميع بالتكاتف لكن الشيطان حليس و ثبتك يقول لك لا لا تبرع أصبع خلت 300 في جيبك لكن الخمس الاف اللي تابعونه في البث لو كل واحد دفع 300 ريال مليون و نص مش الوقف راح الوقف كملوا العمار راح العظم صبغوا البويات لكن لو الشيطان قال لا لا تدفع في غيرك يروح في غيرك يجي في غيرك يسوي لا كلنا مع بعض نتكاتف ليكتمع هذا الوقف كلنا جميعا نقف مع هذا اليتيم مع هذا الفقير عشان يقف هذا الوقف يكون يرجع على عوائد صحيحة على هذه الجمعية و تقوم بذل الله على كفالتهم شكراً لكم البعض يعتقد يا أخوان أنه إذا دفع 300 ريال هذه اللي يستوحن في هذا الوقف فأنه سيكفل اليتيم واحد وهذا أمر غير صحيح بتاتم ليش؟ لأن هذا الوقف التجاري و يعود ريعه إلى الأيتام و الوقف التجاري هذا مستمر فبالتالي سيكبر اليتيم و يتوظف و يتزوج و يتيم غيره و هذا الوقف مستمر الرعي حقه و الإراد حقه يعود على هذه الجمعية بالخير و بالأموال فترعى الكثير من الأيتام فما بالك لو علمت أحدهم حفظ القرآن أو علمته التفسير أو علمته الحديث أو الفيزياء أو الرياضيات أو علمته علم ينتفع به و ينتفع بلده به و ينتفع دينه به و ينتفع الإسلام و المسلمين و الناس به لك مثل الأجر لا ينقص من الأجر وهذه والله أعز المنفعة أن يكون للشخص أثر يطرحه لنفسه و يجده يوم القيامة أسأل الله تعالى إن الله يحسر خواتي منع إن الله يجعلنا من المتصدقين و إن الله يجعلنا من المقبولين نعم نعم طلال يوم عندي قصة تذكرتها سبحان الله أنا كان أمي راي حمها الوالد عايش يفضل أي عايش الله يحضر يطول بعمر إن شاء الله دحفت في عناية مركزة و كانت تشفت ذكاتها جاوبنا إنها حاصب تتوفر و كان يجونا الدكاتة حرورنا يقنعونا يقول شيء أجهزة شيء أجهزة كنا نقول لأ من نبش هيرينا و نرفف كانت في في حد المستشفيات و كنا نرفف نقول لأ خلوها خلو أمي إن شاء في أمل و سبحان الله جاء واحد من أخواني اسمه ماجد مهندس ماجد الله يحب و يدعاه قاب حرورنا نقاط و الشهر هذا كل واحد مننا يطرع بفروس الله يرحمها إن شاء الله يغفر الله يا رب أسلام بطلال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدة أخونا عبد الله و يغفر لها تجاوز عنها و لعل يعني ما ما تعلق عبد الله فيها و تأثره الآن إلا يعني اللي حبه لها و الوالدة عظيمة جدا و صدقوني ما يحس بهذا الإحساس إلا من فقد والدته أسألوا و مجرب فأحافظوا والله العظيم مني لعل دقونا عبد الله الحين و حديثه هي رسالة لبرك بوالدتك و محبتك لها و اهتمامك بها في الوقت الحالي أنك إذا كانت أمك عايشة وأنت ما قاعد تبر بها و ما قاعد تحسن إليها فأنت والله محروم والله العظيم أنك محروم 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 و سوينا تبرع وتصدقنا و وجه الله سبحان الله تعالى والله اللي في لا إله إلا هو رحض الصمت أننا جاينا الدكتور و وقف فيه دراسنا هنا يقولون يقولون الدكتور يقولون حاص يقولون أنتم جاهسين تستنون أمر والله اللي في لا إله إلا هو سبحان الله فاقت فاقت و فكت بالجهاز فكت بالجهاز بثما وفكرت عقل ثلاث تسمى حشمة ونزل حق الثلاث فقال دكتور هاي معجزة والله عميب كان معجزة لا اله كان معجزة انا شفتها في المستشفى شفتنا في المستشفى معجزة اليوم شفتها قدامي عايشة طبعا حمام بعد هذا الموضوع ثلاث سنين لا اله وسبحانه اول ما طبعت حكينا عرها وهذه ايه كنت اجي انا وارجي امي ارجو عليها رقية كانت رقية تجو امي انك انت كل ما تجرس عندي وترجي كانت تفتح عيونها والله يا ناس كانت ارجيها بنفسي وكانت تفتح عيونها وهي تفتح عيونها كان ارجي الدكتور اقول امي يا دكتور تستجيب تسمعني كانت تفتح يوتف كيبا علي قال له هذي ودات فعل انسان هو مي يعني هو في العيبوبة كيبا قلت لا يا دكتور انا شوفها ما اجي اقرأ قال له يا بحار انا طبيب انت بتفهم حسن مني ويوم فاقت والله يا ناس ان ان رقية كنت اقراها عليها كنت اقراها عليها تمرت تفوق وتقول اتي اسمع كنت تقומר علي تقول اتي اسمع كنت تقبل علي بيمان بباه انك انت ما اواما رجعت رجعت عراطوب بنت مسجد جامع وبنت تحفير القرآن وتكفت بسنة كاملة دفع عليها حظتها الحكومة وتكفت بموضوع هذا تكمل بعدها وكفرت 150 يتيم هابي صار لها فرصة الوادة صار لها فرصة ورجعت الحياة بصدقة وتبرعت ممكن الموت يجيك ممكن يجيك بعد ساعة ممكن يجيك بكرة بعدها بعد شهر يا ناس تاد الدنيا ها بي وقت والوقت ماضي اليوم مننا عمرنا 20 بكرة عمرنا 30 تحس تاب العامات الزمان ان اليوم يصير ساعة والشهر يصير يوم والسنة يصير شهر فاننا جاسين نشوف الوقت يمشي بسرعة استعن بالله ولا تفوت فرصة والدنيا زائدة اترك بصمة جزاك الله خير بطلال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لولدتك ويرحمها ويتجاوز عنها أن يجمعك بها إن شاء الله في جنات النائب أنت الابن تر يعتبر هو